أختم معك حلقتنا بما أشرنا إليه في البداية تطور الذي يجري في بغداد اليوم التطور الكبير هل يؤسس لمواجهة دموية بين ميليشيات المالكي والصدر بعد اقتحام البرلمان؟ هو استكمال للانقلاب الذي قاموا يقوموا فيه الإيرانيين ضد النجاح الذي نجحوا جماعة الصدر هذا النجاح كان كثير مؤلم لإيران وقررت أن تستخدم الميليشيات والحجد الشعبي لإجهاض تجربة الانفتاح على الجوار تحديداً اللي قادة الكازمي والصدر وكمان تخفيف التوتر مع قليم كردستان إلا أنه إيران قررت أنه سيتم احتواء الخلاف أو راحين لمواجهة بعد اقتحام البرلمان؟ باعتقد راحين إلى مزيد من التصعيد هذا التصعيد يخدم إيران حالياً لأنه إيران تريد أن تقوم ما قامت به عند أحداث داعش شكراً جزيلاً لك أستاذ صفوان موشلي وهذا الموضوع على كل حال والتطور الكبير يحتاج إلى وقت أكبر وإلى حلقة كاملة شكراً لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في أمان له شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم